اشتركوا في القناة وزي ما انتم تابعين وبتشوفوا في السماء ان هما بينشروا على الارض وفي مختلف بلاد العالم مواد معينة اما تكون فيروسات او جيوش من الفيروسات او مواد كيميائية بينشروا حاجات كتير جدا لدرجة ان النحل في بعض البلاد اختفى بالكامل فنشرهم لتلك المواد بيأثر على مناعة العالمين مناعة الناس ومن اواخر ديسمبر لغاية الان شوف احنا الوقتي شهر ونصة والانسان شغال في مقاومة لتلك الامراض خاصة ان هو بيعتمد على الامور الطبيعية وده ادى الى تأجيل التصوير عدة مرات سواء تصوير الحلقات اللي في يوتيوب او سواء تصوير دورة قصص الانبياء اللي طولت ولكنها ممتعة فموضوع طولها مش مشكلة المهم انها ممتعة وشيقة جدا فاتأخر التصوير عدة مرات ومرات من التعب الواحد بيخف بس بيبقى عنده كوحة بسيطة فيفضل مأجل ايام عما الكوحة دي تروح وما بتروحش وبالتالي بيضيع وقت فحسيت ان الموضوع كله مش مجرد مرض او امراض ده عبارة عن محاولة الشياطين المنتشرة في الجو بالتعاون مع الفيروسات والبكتيريا والبلوة دي انها تمردك ومن ناحية تانية تعطلك فاكتشفت ان الانسان بيدور في دائرة من العطلة بيتم تعطيله بقاله شهر ونص فقررت كالتالي هصور بالحالة اللي انا فيها كحيت في التصوير يتحملوا الكوحة المهم ان في الاخر لا انقطع عن نشر تلك المعلومات التي تحتاجونها وفي امس الحاجة اليها في هذه الايام التي انتشرت فيها شياطين الجن في السماء اضافة للامراض والبلوة السودة كمي طيب فهنكمل ان شاء الله على الحالة دي بالنسبة بقى للي حصل الفترة اللي فاتت ولا انا نوهت عليه اول حاجة حدثة الطفل المغربي اللي مات في البير تاني حاجة ان كأن في حرب عالمية تلتة بتلوح في الافق بسبب اوكرانيا وثالث حاجة الموضوع اللي فتحته لكل سنة اللي فاتت وهو موضوع الجفاء هتكلم في حلقة النهاردة عن مجمل تلك الامور وفي نفس الوقت احنا في امس الحاجة الى علم تأويل الاحاديث يعني الاحاديث اللي هي الاخبار المستجدات الاحداث اللي حصلت ايام النبي يوسف عليه السلام مقارنة بالاحاديث الاحداث اللي ايامنا اكتر ولا اقل بالتأكيد الاحداث اللي موجودة الان اكتر بكتير جدا من الاحاديث اللي كانت موجودة ايام النبي يوسف عليه السلام ومع ذلك النبي يوسف رغم قلة الاحاديث في زمنه اللي ان كان عنده العلم اللي خلاه مواكب لما يجري في العالم تخيل بقى احنا الان في ظل الاحاديث لا تنتهي ولا يوجد علم لتنظيم تلك الاحاديث وهو علم تأويل الاحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك العلم ده بلا بيتعلم في جامعة ولا في كتب ولا ويعلمك من تأويل الاحاديث طيب انا قلت بقى احذروني على اي كحة تطلع وسط الكلام المهم ان احنا ايه هنكح ونتكلم غصبا عن الشياطين الموجودين ولكن لن نتوقف عن الكلام طيب فكنت بقول علم تأويل الاحاديث وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ده فرع من الفروع العلوم فرع من فروع العلم اللدني بالمناسبة دي برضو احنا ماشيين في دعاء من الادعية الخاصة اللي بستعملها نشرت لكم من فترة دعاء خاص اللي كان ايه ربي هدين الوسطى ويسرني لليسرى وآتين الحسنى مش كده خد بقى الوقت دعاء جديد كمان من الادعية البريوت موضوع اللدنية ده هو معتمد على موضوع اللدنية ورد في القرآن اربع حاجات ربنا بيؤتيهم للانسان من لدنه رزقا من لدن علمناه من لدن علم اجعل ليه من لدنك سلطان النصيرى ربنا هب لنا من لدنك رحمة اربع حاجات لما تبقى في جوف الليل واقف بتكلم ربنا سبحانه وتعالى ما تطلبش اي علم ما تطلبش اي رزق ما تطلبش اي سلطان ما تطلبش اي رحمة اطلب الحاجات دي تبقى من الدايرة الخاصة يعني انت بتقول لربنا انا عايز حاجة من الحاجات الخاصة اللي عندك اللي ما بتطلعش لأي حد علمناه من لدن فانت تقول ربي علمني فانا بقول اللي ربع كده مع بعض ربي اتني رزقا من لدنك ادي واحد وعلمني من لدنك علم التاني وهب لي رحمة من لدنك كله من لدنك رقم اربع واجع لي من لدنك سلطان النصير دي تركيبة من القرآن الكريم ادعية بتعتمد او بتستهدف لدن الله سبحانه وتعالى حاجة ملهاش وصفة فارجع للكتب اقول نحن الآن في امثل حاجة الى علم بيأتي من لدن الله اسمه علم تأويل الاحاديث السنة اللي فاتت واللي قبلها بدأنا بالراحة خالص في فك رموز شوية من العلمنا وهنحاول ان شاء الله السناد ان احنا نواكب الاحاديث الموجودة او اهم الاحاديث الموجودة ونواكبها بهذا العلم اللي هو علم تأويل الاحاديث طيب هنستعمل الآن هذا العلم في الحدثة الشهيرة اللي حصلت من عدة ايام للطفل المغربي اللي اسمه رايان اللي الحدثة دي طبعا ألمتنا جميعا وانا ما علقتش ساعتها لان الحالة الشعورية بتاعتك لما انت بتبقى في حالة الشيء او جوه الشيء جوه الحدث لا تفهم هذا الحدث بتبقى مشغول بايه بالشعور فقط فأيام الحدثة دي لم أصدر لكم أي توضيح لأننا كنت حزين لأنني كنت حاسس بالموضوع وخاصة أنه هنا في المغرب وبالتالي كان الموضوع مؤلم وبالتالي وقت الشعور انت تلقائي بتوقف ايه بتوقف المنطق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما ابنه مات كان بيبكي عليه آه في حكمة من موت ابن النبي بس وقت الشعور انت لازم تشعر ولما تخلص الشعور بيرجع بقى النظر لحكمة الموضوع ولذلك أنا اتأخرت في توضيح ما الحكمة من هذه الحادثة عم مخرج من الشعور بتاعها لأن أوائل الأيام كنت داخل جوة الشعور بتاعها وده شيء طبيعي في الإنسان طيب ايه بقى الحكمة أو تأويل الحدث بعلم تأويل الحدث عندك الآن طفل الطفل ده عنده خمس سنوات أنا اكتبها كده على الشاشة وهينزل منها التوضيح طفل خمس سنوات اسمه ريان أو ريان جميل يموت في بئر جافة وده الحدث عدنا احنا بقى عيشنا الخمسة أيام بتاعت الحدث عما يكتمل عيشنا الخمسة أيام ده بما فيها من ألم وأمل المهم في النهاية أن نطلعنا بإيه؟ الحدث ده طفل خمس سنوات اسمه ريان يموت في بئر جافة طفل معناه في علم تأويل الحدث معناه في المنطقة إيه؟ مع علم تأويل الحدث برضو شيء يعني بديهي من المسلمات طفل يعني إيه طفل؟ يعني المستقبل يعني الحدث ده بيقولك أن في المستقبل بدءا من الحاضر اللي أنت فيه إلى المستقبل طفل عمره خمس سنوات يعني المستقبل لمدة خمس سنين حتى كمان الطفل قعد في البير خمس أيام يعني المستقبل الآن لمدة خمس سنوات قادمة الطفل اسمه ريان ريان معناه إيه؟ جاي من الكلمة ري وري اللي هي الارتواء مش في حاجة اسمها وزارة الري عملية الري اللي هي السقي اللي هي الماء؟ الارتواء بالماء فالطفل ده اسمه ريان يعني إيه؟ هنترجم يعني المستقبل لمدة خمس سنين قادمة الخاص بالري والارتواء الطفل ده بقى حصله إيه؟ مات في بئر جافة يعني المستقبل لمدة خمس سنوات قادمة المستقبل الخاص بالري والسقي والماء سينتهي يعني جفاف لمدة خمس سنين ونهاية الحادثة دي بالموت معناها إن الخمس سنين دي عما نوصل للسنة الخمسة هتبقى شديدة جداً على الناس لدرجة موت البهائم موت الحيوانات موت مجموعة من الدواب موت النباتات وربما موت بشر لا قدر الله سبحانه وتعالى لإيه؟ لإن الطفل في الحدث اللي احنا بنحلله بعلم تقويل الحديث الطفل في النهاية كان مات جوه البير طيب الحادثة دي أو الحدث ده اللي بنعمله الآن تقويل خصت مين؟ لمست مين؟ مين اللي شعر بيها؟ الرقعة السكانية بتاعة العالم العربي هي طبعاً كانت طلعت لبرة العالم ولكن مين الناس مش اللي تعطفت اللي حست إن الموضوع بلمسها إن حست إن ده ابنها العالم العربي وبالتالي الموسم الجفاف الخمس سنوات اللي بنتكلم عليها بيخص العالم العربي من ناحية تانية كان فيه واحد سألني قال لي انت ليه ما قلتش إن الجفاف ده بس خاصة بالمغرب لأن الحادثة بتاعة الطفل الطفل المغربي يعني الحادثة دي خاصة بالمغرب شوف هنا أقول لك على حاجة هل لما حصل الجفاف اللي مؤرخ في سورة يوسف أيام من آلاف السنين اللي حصل في مصر الجفاف ده هل بس كان في مصر ولا كان في المنطقة كلها إحنا المنطقة العربية بنقع على دائرة عرض واحدة يعني لو بسيت كده على خط مستقيم هتلاقي الدول العربية كلها مصفوفة جنب بعض يعني لو أخدنا دائرة عرض فوق ودائرة عرض تحت المسافة اللي بينهم هتلاقي الدول العربية كلها مرصوصة على نفس الخط يعني إيه نفس درجة حدة الشمس نفس درجة سطوع الشمس نفس درجة انكسار الضوء نفس درجة يعني الناس اللي في العالم العربي اللي نوم على نفس الخط فنفس درجة البشرة تقريبا يعني ده معناه إن الحاجة اللي بتضرب في العالم العربي بتضرب في العالم العربي كله فهل تعتقد أن الجفاف اللي حصل من ألاف السنين لمدة سبع سنين اللي ورد ذكره في الحضارة المصرية في القرآن هل تعتقد أنه بس كان خاص بمصر؟ لا أما ليه بقى لما مصر خزنت ساعتها الأمح جالها الناس من فلسطين ومن كنعان ومن العراق ومن كل مكان عشان الأمح يعني ده معناه أن الجفاف كان فين؟ كان للمنطقة كلها يبقى إياك أن تعتقد أن الجفاف سيصيب دولة عربية الوحيدة طبعا الجفاف طبعا الوقت بدأ في بعض البلاد العربية سبق في دول الجفاف سبق فيها زي مثلا اليمن وسوريا والعراق الجفاف سبق عندهم لكن بقية العالم العربي هيحصل الجفاف ده فالخبر جالكم منين؟ الخبر جالكم من آخر رقعة يابسة يقع فيها السلالات العربية دي يعني إحنا من ناحية تانية إحنا كلنا قرائب من أول العراق وسوريا والكرد والعرب والفلسطينيين والأردنيين واليمنيين والمصريين وبعدين الأمازيغ هتلاقي والحاميين عموما هتلاقي إحنا في النهاية بنتكلم بنفس اللغة وبيننا كلنا صلة قرابة وبالتالي إحنا نفس المصير فلما الحدث يجي لك من آخر حتة في اليابسة بتاعة قريبك لأنه قريبك الأبعد قريب لك أنا دايما بعتبر والحتة دي يعني تقدر برضو تقول إنها من تقويل الحديث الجزئية دي إن العراق والمغرب العراق تعتبر تخيل كده إن إحنا في العالم العربية عمين زي مركبة أو سفينة الطرف بتاع السفينة من قدام والطرف التاني من وراء هم أعلى طرفين في السفينة والوسط بتاع السفينة منخفض شوي وبالتالي أعلى نقطتين في العالم العربي من نحية الرؤية هم العراق العراق لأنها مدخل العالم العربي ومعها الكرد كده وأبعد نقطة رؤية في العالم العربي هي أرض المغرب فاللي بيبقى واقف على طرف السفينة من هنا أو من هنا بيبقى عنده رؤية واسعة للعالم العربي كله طبعا نص العالم العربي يعني وسط السفينة اللي هي أكتر منطقة منخفضة في السفينة اللي هي مصر ولذلك هما بيعتبروا مصر أم الدنيا بيعتبروا مصر مصدر الملزات هي في حالة في القرآن كده مصدر الملزات والشهوات لأنها ملتقة كل اللي عايز يجيب الحجم الآخر بينزل لمصر يهبطوا مصر فالهبوط ده معناها أنها في منطقة جغرافية منخفضة نسبيا عن الجناحين بتوع السفينة اليمين والشمال الخبر بقى بتاع الجفاف جالكم منين جالكم من طرف السفينة الأخير آخر حتة يبسة وبعدين السفينة تخلص اللي هي إيه اللي هي المغرب فده معنا بقى أن الجفاف ده ماسك العالم العربي كله لغاية آخر نقطة فيه لغاية آخر أرض شبر يابسة فيه يعني جفاف محترم مش جفاف محلي في بلد ما لا ده جفاف واخد لغاية النهاية لو كان فيه بلد عربي أبعد من المغرب كانت الحادثة دي ربما تحصل فيها ولكن لأن المغرب هي آخر بلد عربي على مدار اليابسة خد بالك أن اليابسة متصلة ما بين العراق وما بين المغرب يعني زمان كان الناس بتحج من المغرب إزاي بالدواب باليابسة يعني إحنا ما فيش بيننا طريق بحري أسمنا عن بعض إنت ممكن لو شلنا كل الحدود تركب الدبة أو الخيل من العراق وتفضل واخدها سيرا وتعدي لغاية ما توصل للمغرب يعني خط واحد وطالما اليابسة دي واحدة يبقى دي معناها أن فيه أمور كتير مشتركة ما بينهم طيب إذن عملية الجفاف اللي إحنا دخلنا عليها دي ليست حكرا فقط على المغرب ولكن لماذا جاءت من المغرب لأنها جاءت من آخر طرف في السفينة معناها أن الجفاف اللي هيضرب المنطقة العربية لن يكون في قلب المنطقة العربية فقط ولكن سيصل ذلك الجفاف إلى جميع أبعاد العالم العربي حتى يصل إلى آخر نقطة في العالم العربي وأنا مرة كنت أكلم أحد الناس هنا قلت له أنت تعرف أن أيام ما كان الجفاف اللي في صورة يوسف اللي مؤرخ من آلاف السنين تعرف أن أيامها كان هنا في المغرب فيه جفاف في نفس الوقت يعني سيد دي يوسف كان في مصر بيعالج مشكلة الجفاف وكان نفس الجفاف ده موجود هنا في المغرب ساعتها بس الله أعلم طبعا هل كان فيه ناس ساعتها هنا في المغرب ولا لأ لأن القصة دي من بداية التاريخ القصة دي من أيام سيدنا يوسف يعني قبل الميلاد بفترة قبل الميلاد يمكن بألف سنة ولا يعني القصة دي بقالها مثلا ثلاث تلاف سنة فممكن يكون فينا ناس لكن كانوا بوساط جدا وقلهلين جدا ومعملوش حضارة كبيرة وبالتالي لم يشعروا بذلك الجفاف ولكن كان فيه جفاف في المغرب وشمال إفريقيا كله أيام سيدنا يوسف عليه السلام طيب بالنسبة للتحضير للجفاف أنت الوقت قلت لنا أن تأويل الأحاديث قال لنا أن الحدث ده بتاع موت الطفل أبو خمس سنوات اللي اسمه في رتواء معناه أن إحنا دخلين على الجفاف طب هل فينا صريح تقول لنا اكلمتوكوا السنة اللي فاتت لأن أنا جالي خبر موضوع الجفاف اللي إحنا دخلين عليه قبل ما يجي الحمد لله في شهر إبريل 2021 جالي الخبر أن إحنا دخلين على الجفاف في موسم الشتة الجاي وفعلا موسم الشتة اللي إحنا فيه ما فيش مية بتنزل بين السنة فبدأت رحلة التخزين وكل ما أنت بتخزن بدري كل ما أنت بتاخد خبرة في التخزين لأن التخزين ما هوش سهل باقي التخزين مهمة يعني قومية المفروض أصلا الدول هي اللي تقوم بالتخزين ولكن لأن الوقت الدول بتاعتنا لسه يعني عندها مشاكل بسبب النظام العالمي هنتكلم عليه كمان شوي فالفرض هو المعنى بالتخزين طيب أكلمتوك قبل كده عن تخزين الحبوب ونزلتلكم فيديو عن تخزين الأمح والسر في تخزين الأمح هقولك الوقت إضافة بسيطة في التخزين بمناسبة أن اليومين دول أصلا أنا شغال فيها مادة زيت الزتون مادة زيت الزتون هي من المواد المحافظة يعني مادة مخزنة هقولك التجربة اللي عملت جبت الوقت طمر اسمه طمر المجهول طمرة كده بتبقى كبيرة شوي طمر المجهول ده جبت منه كمية واتغسل ونشف اتجفف يعني ما فيوش مية والطمر زي ما هي كده نايرا ما تفتح هتجيب إناء طبعا إناء يسهل غلقه بإحكام ويتحط فيه زيت زتون الإناء ده وحط الطمر اغسل الطمر ونشفه مايبقاش فيه أي مية وحطه جوة زيت زتون خلاص ويملأ ذلك الإناء وبعد كده سد ذلك الإناء بإحكام ما يدخلوش أيهاو وزيت الزتون غامر غامرة جميع الطمرات اللي جوه عملت التجربة دي وحطيت تاريخ على الإناء ده أو الوعاء ده وخلاص سبته بقى السنة اللي فات جيت بقى اليومين دول بطلع بقى الإناء ده من الظلام اللي هو متخزن فيه عشان أشوف بقى هاكل الطمر طمر بعد سنة تقريبا من تخزينه الطمر النسيج نباتي يعني سهل إنه لو حطت الطمر كده تعفن ماشي زي الحبوب الحبوب أصلا ممكن تتخزن بزتها كده من غيره أي مواد تخيل بفتح الإناء وزيت الزتون طبعا واصل لفوق بطلع بقى التمرات الطمر بيشع الطمر بيمنتعش خارج من زيت الزتون بعد سنة منتعش الطمرة بتبرق من الجمال بتاعه قلت سبحان الله يعني التمر محطوطة جوة زيت الزتون ومقفول عليها لمدة سنة تطلع بالانتعاش ده تطلع طعمها قوي التمر شكلها قوي فكاية حاجة عظيمة جدا أعدنا بقى نأكل من الطمر ده واللي هو جواناته زيت الزتون فكان مفيد جدا فدي معناها إيه إن غير تخزين الحبوب لابد أن يكون لديكم مقونة خاصة بزيت الزتون لإن زيت الزتون مادة حفظة طب إيه اللي أنا هخزينه في زيت الزتون عندك خمس حاجات رقم واحد الطمر هو في أهم من تخزين الطمر بعد الحبوب يعني أنت بخزن مثلا حبوب قمح أو رزو ومخزن الطمر أنت كده خلاص أنت مش بحتاج حاجة أنت معاك الحبوب ومعاك الطمر اللي في كل القيم الغذائية يبقى في زيت الزتون يبقى لازم عندك مثلا 100 لتر 200 لتر زيت زتون بتوع الاستعمال بتوع الأكل والتخزين ومنهم بتوع التخزين اللي هيتخزن فيه فعندك تقدر تخزن في زيت الزتون الطمر ده الاحتمال الأول الاحتمال الثاني التن المجفف بيسموه هنا في المغرب الشريحة وهم أصلا بيعملوا الشريحة دي جوة زيت الزتون ويقفلو عليها ويأكلوها بعدها بسنة فهي نفس المبدأ فعندك التن المجفف رقم 3 الزبيل اللي هو أصله عينب ليه العناصر دي لأنها هتديك سكريات وقيمة غذائية في وقت الجفاف رقم 4 التوم التوم عنصر مناعي يعني نبات مناعي وممكن يجي وقت وما تلاقهوش لأن التوم أصلا ما بيطلعش طول السنة هو موسمي وبالتالي من الاحتياط أنك تخزن التوم جوازات الزتون تنظف التوم وتشيله من الأتربة وبتاعة وتشيله من الغلافة بتاعته وتحطه جوازات الزتون وتحط الكلام ده بقى تسد سده ممتازة وتحط في منطقة ضلمة وما تفتحوش بقى اللي من هنا بعد سنة ونص ولا حاجة يبقى ده الأمر الرابع الأمر الخامس شوف لدرجة إيه لدرجة أنك ممكن تحطه جوازات الزتون بتخزن جواز لحمة مجبوخة يعني تجيب اللحمة وتطبخها على النار خلاص اللحمة جاهزة للأكل بالعظم بتاعها كل حاجة جاهزة للأكل بتقوم واخد اللحمة دي وبدأ ما تاكلها لأنا هاكلها كمان سنة إن شاء الله تاكلها كمان سنة انت تفيت في دماغك اللحمة تقلة تاكلها كمان سنة وتقوم واخد اللحمة دي بالعظم بتاعها عشان تبقى تقيلة وتقوم حطتها جوه الإناء بتاع زيت الزتون وتقوم قفله ويكون مغلق بإحكام واستنى بقى على اللحمة دي تاكلها وقت اللاه الجفاف أو وقت المجاعة كنت مرة سألت واحد هنا يعني دي معناه إن فيه هنا ثقافة لتخزين الطعام حاجة اسمها قبل ما قولك اسمها إيه كان واحد سألته كنت باشتري من عنده زيت زتون فقلت له قل لي زيت الزتون ده يقدر يزبر قد إيه قال لي يقدر لو حطيته وما حركتوش ما فتحتوش وما حركتوش مش كل شوية تفتحه قال لي يقدر يزبر سنتين ثلاثة وهو متخزن في الإناء بتاعه طبعا مش هيبقى إناء بلاستيك متحطوش في إناء بلاستيك طب حلو إيه الحاجة اللي تقدر تعين جواها زيت الزتون الدني أصعب اختيار فقل لي اللحمة المطبوخة واستشهد هو بإيه استشهد بالحجاج المغربة لما كانوا بيروح يحجهم طبعا الكلام ده قبل الحضارة اللي إحنا فيها دي كانوا بياخدوا معاهم حاجة اسمها الخليع الخليع دي مش معناها الخلعة يعني خلعة الملابس لا الخليع ده عبارة عن لحمة مطبوخة جهزة للأكل فيه هنا ناس بتحطها في زبدة يعني سمنة والسمنة دي إيه تتشمع تتصلب كده فتلاقي اللحمة جوه متصلبة وقال لي بقى الحجاج كانوا بياخدوها في زيت الزتون فكانوا بياخدوا اللحمة المطبوخة جوه زيت الزتون ويسدوها كويس ويفضلوا شهور في الطريق قال لي بعد ست شهور مثلا من الرحلة بتاعتهم يفتحوا الآنية ويأكلوا اللحمة المطبوخة من ست شهور لإنها متخزنة في إيه في زيت الزتون يبقى إذن من عناصر الأمن الغذائي والتخزين اللي لازم تدخل بيتك بكمية زيت الزتون من ناحية لإنك أنت بتتغذى به أنت وأسرتك ومن ناحية هتحافظ على تخزينك لبعض العناصر به طبعا كمان أخواتنا في الجزيرة العربية أخواتنا السعوديين كان لهم لأنه هم كمان على فكرة إحنا كلنا في العالم العربي أصلنا أصل طبيعي يعني عندنا إحنا احترام المادة الغذائية التداوي بالمواد الطبيعية من العراق لغاية المغرب إحنا كلنا عندنا ثقافة وفلسفة ما بتتغيرش حتى وخة إحنا في في حضارة تقزوج ومقزوج إلا إحنا يعني إحنا ما زلنا زمحنا أقولك إزاي أول ما أنت بتتعب بتدور على إيه بتدور على عجبة تشربها بتدور على فين البصل أو فين التوم أو فين إزيت الزتون أو فين العسل أو فين العكبر أو فين مش عارف كذا وكم من كدب قلفت وطبعت وكم من متخصصين عن الأعشاب وعن التداوي بالغذاء وبالصحة الطبيعية بالأمور الطبيعية والمواد الطبيعية في العالم العربي ولذلك الصيادلة والأطباء ما بيبقوش حبين الطب اللي تقدر تقول عليه الطب الشعبي ده أنا ما بسموش الطب الشعبي شعبي إيه كأنه يعني كأنه نعمل الاحتقار يقولك طب شعبي لا يا عم لا يا عم سحر ده الطب الأصلي ده التداوي الأصلي اللي البشرية بتتداوى بيه من ألاف السنين أي نعم هو بطيء شوية وإحنا في حصر السرعة ولكن الطب ده أو التداوي ده هو اللي بيحترم طبيعة أجسامنا ببيتعداش على على بقية الأمور اللي في الجسم أصلي محنش زي الناس المنسوخة المليارات المنسوخة البرة ولذلك على جنب كده هقول وهرجع تاني الموضوع السعودية كل العرب كل العرب اللي برا اللي برا اللي برا العالم العربي أما يكفيكم مش كفاية بقى مش كفاية بقى أنكم عايشين عايشين وسط العالم المنسوخة دي المنسوخة يعني نسخ طول الفترة دي مش جاة وقت العودة لأن الفترة الجاة فترة صعبة هو ليه كل شوية بيطلعوا لكم في الدول الغربية قوانين عشان ياخدوا الأطفال قوانين عشان يسمحوا بالتحول الجنسي ويبقى الأب والأم وقفين يعني يعني بالمصر كده يحطوا جزمة في بقهم ويسكتوا في استراليا بيوزعوا منشورات على البيوت أن ممنوع على الأب أو الأم مش بس نهر ولاده لو عايزين يتحولوا جنسيا ممنوع عليه أنه هو ما يشجعهمش يعني لازم تشجعهم واللي مش هيشجع ولاده على الحكاية دي سجن عشر سنوات طيب ماشي دي بلادهم وده مستقبلهم وهم مرايحين لها لكم إيه اللي مقعدت معهم؟ يعني أنت قعدت معهم في فترة أنا بسميها فترة شهر العسل فترة اللي فاتت دي لما كان النظام العلامي لسه جديد فالسفر لدول الغرب ده كان حاجة رائعة فعلا السفر لدول الغرب من عشرين سنة من تلاتين سنة كان عبارة عن معجزة بتعمل في حياتك نقلة رهيبة من عشرين تلاتين سنة ليه؟ لأن الغرب والشرق كانوا في فترة اكتشاف لبعض كل دولة لسه بتعمل أبرز صناعة عندها كل دولة بتعمل أبرز ملامح سياحية عندها كل دولة كانوا شهر عسل العالم كده كان في شهر عسل من بعد 1945 من بعد 1945 زود تلاتين سنة كل الدول بتحضر نفسها يعني لو زودنا تلاتين سنة يعني من 1975 مثلا من أول 1975 لغاية سنة 2000 نقول سنة 2000 دي أحسن فترة الناس سفرت فيها في العالم لو هنبقى كرة وما كمان نقول لغاية 2010 عشان بقى لغاية 2010 كانت طيران أكتر كانت المطارات عددها أكتر كانت الرحلات الجوية أكتر يعني من 1975 لغاية 2010 دي فترة شهر العسل الدولية اللي انت لما بتسافر عندهم لا ترى منهم القبح الذي لديهم وإنما ترى منهم أرجته ولا مش عالف كونشوة ولا أي حاجة من حاجاتهم دي تحس أن انت دخلت الجنة والآن انتهى شهر العسل وباتت الأمم تكشر عن أن يبه من جديد لأن انتو ناسين احنا كنا بنعمل ايه في العالم قبل 1945 مش احنا احنا ما عملناش حاجة مش احنا العالم العربي انتو ناسين هم دول الغرب والشرق يأجوج ومأجوج كانوا بيعملوا ايه في الدنيا قبل 1945 كانوا في الحرب العالمية الأولى والتانية شو هم الوقت على وشك انهم يتخنقوا مع بعض ويعملوا حرب العالمية ثالثة لو حصلت الحرب العالمية الثالثة يبقى انتهى الدجال وهنا بقى السؤال اللي هجاوب عليه ماذا لو قامت حرب العالمية ثالثة ما بين أمريكا وروسيا بس قبل ما هجاوب على السؤال ده هرجع بس للمثال اللي كنت هضربه وبعدين خرجت منه بتاع تخزين التمر في السعودية او في الجزيرة العربية الجزيرة العربية كمان لها العالم العربي بقولك كله عنده ثقافة الحاجة الاصلية التداوي بالامور الاصلية مش بالادوية الصناعية دي والتخزين ده من في جيناتنا احنا اللي نسناها الفترة الاخيرة ففي الجزيرة العربية كان عندهم طريقة بيخزنوا بقى التمر بدون بقى زيت زتون يعني انا قلتلك على طريقة زيت الزتون دي لو انت عايز يعني تخلي التمر له فايدة مضاعفة بسبب عنصر الزيت نفسه لكن هم كانوا بيخزنوا التمر ده عن طريق مرحلة اسمها الكابس او عملية اسمها الكابس بيجيب التمر ويحطوا جوه اناء او جوه كيس او حاجة زي كده ويبدأ كابس التمر كابسه لدرجة انه هو يبدأ ايه التمر يطلع اللحم بتاعه مرحلة الكابسة دي وهو بيكبس بيشيل كل فراغات الهوى اللي جوه التمر حتى الفراغ اللي جوه اللي بين النوا والتمر نفسها كل ده الهوى ده كله بيتشال ويطلع ومجرد ما يبدأ يخلص يبدأ يجمع الكيس او العلبة او الاناء ويسدها وتبقى مفرغة من الهوى بيبقى هنا التمر مفرغ من الهوى وطالما ودايما اعمل حسابك ان الهوى هو مصدر زوال الشيء بسرعة فلو انت منعت الهوى عن الشيء يبقى ده معناه ان الشيء ده هيبقى فترة طويلة وبالتالي التمر ده اللي هم بيعملوه في الجزيرة العربية بالطريقة دي نزعوا منه الهوى وكبسوه وشالوا حتى الهوى اللي جوه التمر من جوه هنا بقى التمر ده يمكن ان يخزن سنة واثنين وثلاثة وتستهلك منه ويبقى موفر في المساحة ومشواخد كمية من زيت الزتون ده اللي ما عندوش زيت زتون هو كمان مش يعني كلنا مدوين الى احترام عادة مش هقول عربية بس عربية عرقية سورية مصرية امازيغية عادة متأصلة فينا كامم وسطة من الاف السنين عادة التخزين والتخزين ده بقولك لو فنه لو علم وكل سنة هتلاقي نفسك بتكتسب خبرة اكتر فيه وما ترميش الموضوع ده على اهل بيتك الموضوع ده منوط طبعا اهل بيتك هيساعدوك ولكن الموضوع ده منوط بيكينت لانه بيحتاج قوتك تدخل فيه طيب نرجع بقى الوقت تاني لما يحدث في العالم يبقى احنا عملنا تقويل الاحاديث الحادثة اللي حصلت في المغة تعال بقى نتكلم على العالم كله اوعى تنسى ان التاريخ اللي قلت لك عليه ده 1945 التاريخ ده العالم قبله غير العالم بعده 1945 1945 قبل 1945 كان ممكن بريطانيا وفرنسا يدبوا حرب حرب ما بينهم العالم كله يدفع تماني مش هقولك بقى امريكا وروسيا بقولك بس جيران اللي ما مين بريطانيا وفرنسا قبل 1945 يعني ايه يعني اتحاد الاوروبي اللي باين قدامك انه حاجة واضح الامم دي سفك الدماء بعضها البعض طوال تاريخ البشر واخبالك طوال تاريخ البشر فلما تواجوا تلك المسيرة الدموية بالحرب العالمية الاولى ثم الحرب العالمية التانية وطلعوا متكسرين كلهم ومتدمرين كلهم ده توافق مع سنة الهية قال عليها النبي ان سيأتي عليكم زمن ويخرج الدجاج يجوب الارض كلها يوحد الارض كلها فهنا العالم دي اللي هو ما امم يأجوج ومأجوج بدءا من تاريخ 1945 وضعت ايديها في ايدين بعض وهي تكره ذاتها يعني هما بكرهوا بعض في الاساس وقرروا صناعة العالم الجديد يا جماعة اللي عاديم بيقولك نحن نتجه الى نظام علامي جديد يا جماعة الكلام ده جايلكم متأخر يعني هل الريتسالة دي جات لك متأخر 70 سنة الكلمة دي قالت او وقتها الحقيقي 1945 1945 فعلا ساعتها نحن نتجه الى عالم جديد اللي هو النظام العالمي الجديد قولي بقى هل من بعد 1945 لغاية الوقت قامت حرب عالمية لا قامت حرب ما بين حرب ما بين دولتين كبار زي فرنسا وبريطانيا زي الصين وامريكا زي روسيا وامريكا دولتين كبار هل عملوا حرب مع بعض من 1945 لغاية الان رائب شريط الزمن لان تجد هتلاقي كلها اما حروب محلية او مناوشات بين الجيران او حروب طائفية او حاجة بسيطة ولكن مش حروب عالمية يعني يأجوج ومأجوج من 1945 اللي هو وقت ظهور الدجاء وقت ما هم عملوا عصبة الامم عصبة الامم بقوا عصابة وعلى فكرة فيه صورة نزلت في القرآن بتتكلم عن العصبة دي عن العصابة اسمها صورة الأحزاب انه هم بقوا أحزاب بقى هم كلهم بيمثلوا العالم وانت واقف لوحدك انت كدولة عربية واقف لوحدك لا حول لك ولا قوة قدامه هم بيمثلوا الأحزاب اللي في العالم هم اللي يزرعوا الأمح هم اللي يتحكموا في الأسعار هم اللي يملكوا وهم اللي يقرروا وانت كدولة عربية او غير عربية تابع لهم طيب فدخلنا من 1945 في النظام العالمي اللي هم مع بعض عملوا له مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعد كده صندوق النقد الدولي وسندوق اللي مش عارف إيه والبنك الدولي وكل المؤسسات اللي بتسمى دولية كل دي عبارة عن أدوات الأحزاب وإحنا قلنا الأحزاب معناها المجموعات المتفرقة اللي اجتمعت في موقف واحد طيب جت انت بقى اتولدت سيادتك من بعد 1945 ما عيشتش انت للحرب العالمية الأولى ولا التانية ولا عيشت أي حرب من حروب الطاحنة ما بين أمم يأجوش ومأجوش اتولدت إيه؟ في وقت وجود الأحزاب مسكين في الأرض الدنيا مفتوحة تجارة دولية شغالة السفر شغال الاستراد والتصدير تقدر النهاردة تفتر في فرنسا وتتغدى في أسبانيا وتتعشف في اليونان وحاجة أخر من جهة ليه؟ لأنك اتولدت بعد ما هم عملوا العصبة فظننت أيها الإنسان الحديث لأنك لسه جديد أن العالم كان كذلك كان بهذا الهدوء وبهذا الانفتاح وسيظل كذلك فظننت أنت أن العالم كان كده وهيفضل كده وكل شوية بتتبع في الأخبار أن ممكن تقوم حرب عالمية تالتة وطبعا تالتة يعني فيه أولى وتانية وضرورة تالتة تابتة يعني لازم بقى فيه تالتة عندهم الهاجس ده فأنت بتقول لنفسك أوكي يا مان بيس يا مان نعمله حرب عالمية تالتة هنقعد نتفرج على أحلى أكش لأنك ما انتش فاهم يعني إيه حرب عالمية تالتة طيب بالراحة لما هما كانوا بيعملوا الحروب العالمية هل كان فيه نظام عالمي ساعتها هل كان فيه الناس بتسافر بحرية هل كان فيه استراد وتصدير ما بين الأمم هل كان فيه إنترنت لا وقت ما الأحزاب بيتفرقهم كل أدوات اللحمة بتاعتهم بتتفرق ما عديش بتبقى موجودة طيب لو الوقت تعملت حرب عالمية تالتة قامت فيها روسيا والصين ضد أمريكا وبالطبع أوروبا معها أمريكا وكندا وبتاع وأستراليا وأوروبا ضد روسيا والصين وكوريا الشمالية الحلفاء اللي هنا وهنا واللي انتو عارفينهم كويس ماذا لو دبت حرب فعلية ما بينهم صاف شكرا الفترة الجميلة اللي عشناها من 1945 يعني بعد نهاية الحرب الآخر حرب عالمية تمت بعدها تقاموا باللحمة دي بالأحزاب لو عملوا حرب عالمية تالتة هيدمروا كل إيه كل اللي عملوا خلال الخمسة وسبعين سنة أنا قلتلكوا إيه السنة اللي فاتت قلتلكوا إن النظام العالمي كمل خمسة وسبعين سنة على الأرض وخمسة وسبعين ده رقم العلو يعني اللي بيوصل زي فرعون كده ما ورد في القرآن الربعة وسبعين مرة وبناء إسرائيل تمكينهم في الأرض اللي ورد في سورة الإسراء الآيات فيها خمسة وسبعين كلمة أو خمسة ومعين حرف حاجة زي كده فكنت بقول إن إن النظام العالمي من الف سعمائة وخمسة وربعين لغاية الوقتي كمل الخمسة وسبعين سنة يعني المفروض إيه اللي يحصل المفروض ينهار لأنه ما هو الشيء طبيعي ما هو الشيء طبيعي إن في دول مركزية اسمها الاتحاد الأوروبي ومعها أمريكا وكندا واكلين كل سروات الأرض ودول تانية فقيرة مش معاها وبيترمع عليها وبيتحدف عليها الأمراض في الجو ده شيء مش معاول بتقوليش أسلي ده التقدم العلمي التقدم العلمي دول أصلا ملاحدة يعني اللي بيكلمك إن العالم متقدم وهيشوف تقدم يبقى ده ملحد على طول تقدم إيه التناسي إن إحنا عايشين وسط حدود ربنا تلك حدود والله ربنا حطت حدود أول ما البشرية بتعد الحدود ما تقولش بقى ده هيكملوا تطور لا هيجي عقوبة أتقوم جاء عقوبة تضيع ربنا بقول فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الصقف من فوقه وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون خد بالك إيه أتى الله بنيانهم من القواعد من تلك السنة اللي فاتت الإنترنت هيزول الحضارة الحالية دي هتزول وجات الناس تقولك يا عم ده هتتقدم أكتر من كده وفي بقى ناس من النوعية اللي بتجي تتفرج بس على الفيديوهات بتاعت إيه بتاعت النبوءات عموما أنا مش هرد على بتاعت اللي بيجوا بس يتلموا على الفيديوهات بتاعت النبوءات أنا بكلم الوقتي جمهوري اللي مؤمن بهذا الكلام كنت بقول إن الأحزاب اللي أمن الدول الغربية والشرقية عاملين الوقت إنترنت أنا عايزك إنت بس إيه ياللي تولدت بعد 1945 تسأل نفسك سؤال لو روسيا وأمريكا وأوروبا بيحربوا بعض الآن بجد حرب بجد هل الإنترنت اللي شغال معك هيفضل شغال؟ هل القنوات التلفزيية اللي بتيجي بالإقمار السنعة تفضل شغالة؟ لأن هم لو حربوا بعض بجد هيدربوا إيه؟ يخربون بيوتهم بأيديهم هيدربوا حاجتهم هيدربوا أمارهم الصناعية هل تعتقد إن هيبقى فيه حرب عالمية دايرة وأمريكا سايب النت داخل لشرينها فيمكن للدول اللي بتحاربها إنها تهاجمها بالإنترنت ولا هي بنفسها ممكن تقطعها؟ يعني معناها إيه؟ معناها يا باشا لو الحرب العالمية الثالثة قامت فده معناه إن إحنا رجعنا لما قبل 1945 يعني إيه؟ يعني فترة السلام العالمي تقدر تقول إن من 1945 فيه سلام دولي سلام دولي فيه عصبة أمم فيه مجلس أمن بيعاقب يعني فيه سلام فيه بلطاجة طبعا هم بيعملوها بلطاجة على العالم بس فيه سلام طهران بيسافر الطيارة بتطلع تمشي من أقصى الشرق الأقصى الغرب آمنة وسلمة فيه سلام في العالم مؤقتا الأمم دي اللي عاملة السلام ده اللي إنت روح تترميد في أحضانهم وبعد كده جايش تشتكي إن هم عايزين ياخدوا عيالك في كندا أو السويد أو استراليا الأمم دي ما كانتش كده ولن تظل كده إنت بس عشانت ولدت محديثا فزننتهم جمال وهما مش جمال هما مش جمال وإنت اللي جميل وبالتالي دايما السنة اللي فاء من من 2020 عرفت إن إن الدجال هينتهي إن النظام العالمي هينتهي فكان عندي لغز هينتهي إزاي يعني الإنترنت موجود الاتصالات الدولية موجودة الإمار السنة إيه اللي هيخرب كله ده مرة واحدة فمرات أقول إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى العقوبات الطبيعية الحاجات اللي في المية والحاجات اللي في البراكين أو النيازج اللي هتنزل أو العقوبة السموية فإن لهم ذنوب حاجة هتنزل من السماء مثل ذنوب أصحابهم أصحابهم اللي في الأمم السابقة فكتب أظن الطبيعة قلت ممكن النظام العالمي ده والأدوات اللي ربطانا دي تنهار بالطبيعة بعدين مرات تانية أظن إن النظام العالمي ده هينهار بإن ربنا يرسل عليهم وباء يرسل عليهم مرض يموتهم فالأمم دي تنتهي وبالتالي النظام العالمي أصلا انتهى بنهايته أترى إن هو أصلا النظام العالمي لازم يموت وهما لسا عايشين فهما يدوقوا الفترات اللي أجدادهم آلاف سنين عاشوا اللي هي العزلة بقى العزلة والحروب اللي ما بينه فالوقت في طلع احتمال جديد إن النظام العالمي ينهار بنفس الناس اللي أسسوه بنفس الناس اللي قعدت عالطاولة واتفقوا على تقاسم الأرض وثرواتها ليهم هما الوحيدة فإذا تلك العداوة الحتمية ما بين الروس والأوروبيين أو الأمريكان وشفت بوتين إزاي كان بيقابل الرئيس الفرنسي شوف بقى إزاي إحنا العرب بننظر للرئيس الفرنسي بتلاقي الناس في العالم العربي بيقعدوا يتكلموا برضو ومش عارف إيه يعني بطريقة تبين أن أنت فعلا عايش في شهر عسل أنت عايش في العسل أنت بتشعارف السلالات دي وراها إذا كان إحنا سلالاتنا العربية وراها قصص اللي عايشين معناها في قصص الأنبياء عارفين السلالة العراقية وراها كواليس فضيعة السلالة اليمنية السلالة السورية السلالة المصرية السلالات دي العربية اللي هي باقية اللي هي أصلية وراها قصص تشيد فما بالك بالسلالات الشيطانية دي اللي هي بقى مين اللي هي يأجوج ومأجوج إن يأجوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض ودول بقى إفسادهم عالمي مش إفساد محلي زي الدول العربية وبالتالي من الممكن أن يكون العداء الحتمي ما بين الأمم يأجوج ومأجوج هو نفسه الوسيلة اللي تخلوهم يبطلوا وينهوا فترة السلام الدولية الرائعة اللي كنا عايشين فيها أجمل سنين كان في إنترنت وبنتبع بقى فنانين من هنا وهوليود من هنا اللي يشوف أفلام كوري ولي يشوف أفلام فرنسي ولي يشوف أفلام إنجليز وكتحس كده أن احنا كنا في الوقت في السبعين سنة اللي فاتت دي عايشين يعني تنزل أفلام هندي وتتفرج على الهنود إزاي عايشين وتشوف الأغانب بتاعتهم وتعرف أساميهم وكوري وياباني والسلعة الصينية بتجيلك لغاية البيت لدرجة أن بيتك كله سلعة صينية وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وعايز تشتري عربية مش عارف إيه ألمانية وبعدين إيطاليا الملابس الإيطالية والبيتزا إيطالية مش عارف إيه إيطاليا وأمريكا بقى اللي هي تعتبر الوقت أم الدنيا الوقت يعني زي مصر كده سابقا هي أمريكا وهي ولا أم ولا بتاع ده هي أصلا دولة عمرها كله 300 سنة وهي في الأساس عبارة عن سلالة مهاجرة من أوروبا يعني هي أوروبا في الأساس أمريكا هي أوروبا أمريكا الشمالية والجنوبية هم أوروبا أمريكا الشمالية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بريطانيا وفرنسا وأسبانيا شوي وأمريكا الجنوبية عبارة عن إيه؟ عبارة عن البرتغال وأسبانيا وحاجات تانية من دول أوروبا برنا أنت بص الأمور وجردها هتفهم إن إحنا عبارة في العالم عن مجموعة عائلات العائلات دي لها سنن وأقدار تعمل لك بقى تقدم تعمل لك زكاء صناعي تعمل لك عملات مش عارف مشفرة كل ده وهم يا ابن كل ده وهم إحنا عايشين فيه الطريقة اللي أنت بتسمعني بها الوقت أو الأدال اللي بتوصل لك صوتي دي مؤقتة أنا الوقت بكلمك من أرض ما نعمة من ربنا سبحانه وتعالى أن أنا قادر أكلمك والصوت بيوصل لك أين كان مكان بس اسأل نفسك هل ده شيء طبيعي هل أجددك في ألاف السنين أو أحفادك بعد كده هيستمتع بهذه الأداة لا وبالتالي أربط الأمور الناس قاعدة بتتكلم في السياسة في السياسة في الحروب في الصراعات ومحدش رابط الأمور ببعض لو قامت حرب عالمية تالتة افهم إن ده معناه توقف الاستراد والتصدير يعني هنجوع كلنا يا معلي ده غير أصلا إن إحنا لسه إيلك دخلينا على جفاف خمس سنين لو قامت حرب عالمية تالتة معناها زوال وانهيار النظام والسلام العالمي فالعادلة في صفر والعادلة في إنترنت هيشتغل لأن الحاجات ده هتبقى وسائل هجوم على الدول أصلا فيما بينها وما بين بعض باعة تتقطع وطبعا لو قامت حرب عالمية تالتة مين أكبر أكبر أمة أو سلالة هتبقى متضررة من انهيار النظام العالمي يعني لو قامت حرب عالمية تالتة ما بين الكبار ما بين روسيا والصين وأمريكا وأوروبا السلالات الكبيرة اللي إيه البلاطجة السلالات البلطجية اللي في العالم لو قامت ما بينهم حرب عالمية تالتة مين بقى السلالة الصغيرة السلالة الصغيرة اللي كانت يعني قاعدة على أفى النظام العالمي وبتلطش في كل خلق الله فلو قامت الحرب العالمية التالتة النظام العالمي هي نهار فالسلالة دي بقى أجا الهاجة مش محتاج أقولك هي مين ولذلك السلالة دي الوقتي أكيد أنت فاهم اللي بتكلم عن مين الأمة اللي مذكورة في القرآن اللي ربنا لعنهم وبالتالي النبوء اللي أنا قلتها لك في بداية الفيديو بتاعت الجفاف المشكلة مش في الجفاف وبس كان فيه برضو حد قال لي ما إحنا عندنا هنا في المغرب في التمانينات حصل جفاف كان شديد جدا ماتت فيه الدواب والبائم والأنعام وكان جفاف شديد وكان تقريبا من خمس لسبع سنين ماشي خد بالك أن الجفاف ده اللي بيبقى من خمس لسبع سنين درجة الشدة بتاعته اللي هي عالية هو مش مشكلة لوحده لما حصل الجفاف ده في المغرب في التمانينات يعني كان فيه نظام علامي موجود ساعد فكت تقدر تاخد الأمح أو الحبوب أو الأكل منين من العالم لأن عندك سوق أبنبو فيما فتوح مشكلة النبوء اللي أنا بقول لكم عليها دي بتاعت الجفاف اللي داخلين عليه إنها مش نبوءة جفاف لوحده فنقدر نتصرف نقدر نشتري من بره مثلا المشكلة إن النبوءة دي متشابكة معاها 3-4 نبوءات تانيين يعني هيبقى أنت عندك جفاف والنظام العالمي بيانهار والدول عاملة حروب ما بينها والإصدارات والتصدير العالمي وقف فهنا بقى هتحس قوي بالجفاف يعني تخيل معايا لو أنت الآن عندك جفاف كل والسوق العالمي مفتوحة هتحس بيه ولا هتحس بيه هتجيب كل حاجة من بره هتجيب الميا والأكل والحبوب والخضر والفواكه واللحوم كل شيء هتجيبه من بره فممكن تعد عليك سبع سنين جفاف ولا هتشعر بها بسبب إيه بسبب السوق الدولي يا جماعة علم تقويل الأحاديث اللي كان عندي سيدنا يوسف اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لسيدنا يوسف أهو قدامكم أهو بيفهمك الاقتصاد الدولي السوق العالمي الاستراد والتصدير الكلمات دي لازم تفهم أثر عليك إن الجفاف اللي احنا داخلين عليه ليس جفاف فقط لو كان جفاف فقط وكان السوق الدولي هيفضل موجود ماشي لكن هو جفاف عليك وابتلق لناس تانية عشان كده بقولك إيه ناس بتسأل بتقول أنت بتقول لنا احنا داخلين على جفاف طب إيه رأيك الوقت في البلاد اللي عندها أمطار غزيرة وسيول وفايدانات أنا عايزة فهم حاجة أنت ليه بتدخل الخطوط في بعض إحنا الأمة الوسطى مدعوين أو سنبتلى بالجفاف لكي يطهرنا الله في أمم هتموت بالغرق وأمم هتموت بالخسف وأمم هتموت بالذنب بالذنوب وأمم هتموت بالأوبئة بتدخل دول في ديه ليه هم عندهم طوفان وسيول ولكن في نفس الوقت يبقى عندك أنت جفاف هو كده الأرض بتشهد تنوع في العقوبات طيب فلما لما أنت يبقى عندك جفاف هذه النبوء بتاعتك في نفس الوقت فيه 3-4 نبوءات متشابكين معاها بيعرفوك أن السوق الدولي ده بقى لن يكون جاهز لإمدادك يبقى تلازم تاخد الجفاف ده على ما أحمل الجند لو كان الجفاف اللي إحنا دخلنا عليه لمدة 5 سنين زي الجفاف اللي الشخص قال عليه في التمانينات ماشي الجفاف ساعتها كان في ظل إيه في ظل الأحزاب فلو إنت ما عندكش هتلاقي أحزاب عندهم يدوك طب تخيل الأحزاب تفرقوا وبقوا بيحربوا بعض وبقت الدنيا بايزة وإنت عندك جفاف يبقى هتجيب من إيه يبقى ساعتها يجب أن يتعصر تتعصر الأمم العربية عشان إيه تستخلص وتطلع منها بقى المعرفة الأصلية اللي هي موجودة بس مدفونة والأشخاص الأصليين والكوادر الأصليين اللي متغطي الوقت عليهم في ظل الزحمة العالمية دي وهم بقى اللي هيكون عندهم الحلول وأنا كذا مرة كلمتكم عن فئة الأبرار وافتكروا كلامي كذا مرة كلمتكم من سنين عن فئة الأبرار قلت لكم لو الدنيا في عز عز الجفاف يعني الشفاف متشققة ومتجرحة والأرض من كتر الجفاف منظرها مرعم هناك فئة من عباد الله اسمها الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني الأبرار بيعملوا إيه وقت الجفاف والمجاعة عندهم القدرة والعلم والإيمان على تفجير العيون تكري أن أنا وصيتك كذا مرة على فئة الأبرار دي عشان ساعتها لما يجي الموقف ده تبقى أنت محضر نفسك أصلا إنك تبقى من فئة الأبرار الناس اللي بتقعد تكلم تقول النبوءات بتاعتك بتخوفنا وبتاع إنتوا داخلين عليها داخلين عليها أنا بقى بجيب لك عالم الأمر بتاعها عشان تلحق اللي يلحق يحضر نفسه اللي يلحق يخزن اللي يلحق يكتسب المعرفة اللي يلحق لأن فيه معرفة حتى السنين دي تاعت الجفاف لها طريقة في المعيشة غير غير الطريقة اللي إحنا عايشين بقى الوقت شوف إحنا الوقت استهلاكنا عالي جدا جدا في جميع السلع هنعيش في السنين الجفاف بطريقة تانية لازم تعرف طعام الفرد يكفل فردين طعام الأسنين يكفل أربعة أنا كنت بستهلك حاجة أستهلك نصة هنا بقى إحنا مش هنشتكي أو الناس بتشتكي من غلاء الأسعار أسعار إيه؟ انت فاهم إحنا بتكلم في إيه؟ أسعار إيه الوقت؟ بقولك الدنيا هتتغير لأن خد بالك من بعد التغيرات الجميلة دي إيه اللي هيحصل؟ هترجع عجلة الزمن إلى البداية مش إلى الوراء إلى البداية هترجع عجلة الزمن إلى البداية لتشهد البشرية المتبقية إيه المتبقية دي؟ المتبقية ولذلك أنا بقول لكم والله من أثمن المعلومات اللي بقولها للعرب لإخواتنا من جميع الجنسيات العربية اللي برة إرجعوا إرجعوا شهر العسل العالمي خلص ولذلك بدأوا يخنقوا في كل وقت وكلما تضيعوا وقته تستمروا معاهم أكتر مش هتعرفوا تطلعوا تاني فارجعوا إرجعوا فإن العالم العربي هو سفينة نوح القومية وافتكروا عني الجملة دي العالم العربي سفينة نوح بدأ التاريخ من العالم العربي وآخر صفحات وفصول في كتاب التاريخ هتنتهى عند الأمم دي مفيش يأجوج ومأجول يعني السلالات الشيطانية اللي طلعت دي ومالت الأرض هنيجي قبل الفصول الأخير اللي أختفت معدوش موجودين ويتبقى آخر صفحات في الكتاب بتاع تاريخ البشر الصفحات دي بس عن السلالات بتاعتنا يعني ده معنى إحنا الباقين إلى لأن ربنا قال عنينا إيه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يعني إيه شهداء على الناس هل عمرك شفت الشاهد بيموت الأول آخر واحد بيموت في المعادلة الشاهد فالأمم كلها ممكن تتبدد ويبقى دي مش مش كرامة أو شرف للعالم العربي دي سمة جغرافية يعني إحنا فعليا وسط ملامحنا وسط طولنا وسط عدتنا وسط لحنا زي الأفارقة اللي تحت ولحنا زي الأوروبين اللي فوق لحنا زي الأسيويين قوي ولحنا زي الغرب إحنا وسط غصبا عنين إحنا وسط فدي مش كرامة يعني الوسط ده بقى بيبقى شاهد على كل الأطراف وهي بتتبدد قدامه طلعت الأطراف لفوق ونزلت لأسفل أرض وبالتالي لو أنت عايز تبقى شاهد على التاريخ وعايش في العالم الغربي ارجع للسفينة الأم السفينة الوسط المنطقة الجغرافية الوسط عشان تكمل شاهدتك وتنظر إليهم وهما بتنزل عليهم العقوبات مش تفضل عايش هناك وتقول يا عمي إن شاء الله ربنا هيحلها هل يا صح إنك تحط نفسك وعيالك وسط مركب الغارقين وتقول إن شاء الله ربنا هيحلها ربنا بيوريك الإنذارات يعني الوقت قوانينهم الجديدة التخريبية للأطفال دي إشارة من ربنا ليك ورسول من ربنا ليك إن لنت ولا أطفالك يصلح ليكو هذا المكان بعد أخرج إذ أخرج منها إني لك من النصحين عندي واحد من صحابي أو أصدقائي عايش في استراليا هو أسرته وأطفاله وهو أصلا عربي ومراته وأطفاله يعني هم أصلا كلهم أصليين عربي طيب قلتلي يا عم من 2020 قلتلي يا عم الحج الناس اللي إنت عايش وسطها دي طلع أصلها كذا وفاصلها كذا مش ناس طبعية دول مش ناس طبعية دي سلالات السلالات دي تاريخها كذا وبالتالي مستقبلها كذا إنت الوقت عايش وسط فترة وهمية هم وهمين العالم بيها فارجع في الأول انبهر وقال لي هفكر بعد كده بقى بدأ يقاوح ويقول لي لأ أنا هعمل رسالة معاهم ألا أنا مش عافية رسالة إيه رسالة إيه حاليا لسه شايف إن استراليا بالذات بقى اللي هو فيها دقت على البيوت ووزعت برشورات بتقول فيها للأباء إن كل الأطفال اللي عايزين يعملوا تحول جنسي يجب على الأباء تشجعهم وإلا سجن عشر سنين وانت فين بقى يا صاحب اللي هناك هل انت مستني لما يبوزوا لك عيالك هل انت مستني لما تتحسب معاهم عدتك يضاف ليهم هم رايحين في دهية وما تقول ليش يا عم ده رقي شوف شوف أنا سن صغير بس مشاهبل يعني تبوك تبقى رجل كبير بس هبل اه والله بوك تبقى رجل كبير وشايب وهبل لما تقول لي ايه ده إنهم يتعاملون بإنسانية واشعف وإيه وكان عبدان إبراهيم الداعية الإسلامية عبدان إبراهيم عايش هو في النمسا يعني عايش وسط الاتحاد الأوروبي وزي ما انتوا شايفين لو بتتابعوا أخبار النمسا هي كمان النمسا الوقتي عملت إجبارية الإجبارية يعني يعني انت ملكش كرامة عندهم في النمسا من غير ما تبقى واخد البتاعة فهينا فكرت على طول في مين فعدان إبراهيم لأنه بيد الخطب بتاعته من النمسا وعايش في النمسا وحياته هناك قلت طب الرجل ده زمانه عامل ايه الوقت هناك دي بلادهم فيها فتن أكتر من عندنا دي الفتن عندهم مدلدقة ووصلة عندنا فما بالك لو أنت عايش وسطه حتى لو أنت داعية إسلامي هيتعامل هو إزاي مع الإجبارية دي هو نفسه بقى مفكر عندنا إبراهيم كان في خطب كتير يقولك إن العرب والمسلمين يأكلون أكباد بعضهم وشعف إيه والغل وكأن هو عايش وسط ناس اللي هم العالم الغربي في منتهى الملائكيين وأنا والله العظيم رغم صغر سني وإن أصغر سنا من عندنا إبراهيم ومن ناس كتير جدا إلا إني لا أنخدح أبدا في الصورة الوهمية اللي قدامي للناس الكبيرة بالذات الناس الكبيرة بالذات دي تحذر منها الكبيرة يعني إيه اللي ترستأت على وضع معين العالم الغربي دول ترستأوا خلاص ترستأوا ترستأوا على إفساد الأرض إفساد الحرص والناس عشان عاملين قانون داخلي بيعالج ببلاش والمواصلات ببلاش تيجي تتبقى هبل وتقولك إنهم أرقى مننا ورأيتوا إسلاما بنا يابني إيه الهبل ده يابني إيه الهبل ده رأيتوا إسلاما بلا مسلمين راح فرنسا وتقولي اللي راح فرنسا من مئة سنة كان يشوف فضلاتهم بتترمى من الشبابيك للشارع يعني ما عندهمش لا غسل ولا وضوء ولا مية ولا وتقولي رأيتوا إسلاما لا رأيتوا إسلاما ولا رأيتوا مسلمين تبقى شهبل يبقى عندك شعر كبير كده ما شيب وما انتش فاهم خلفية الناس اللي انت بتتكلم عليهم ماضيهم كان عامل إزاي وبالتالي مستقبلهم كان عامل إزاي وبالتالي والله واحد زي عدنان إبراهيم عدت باشفق عليه وبقول ربنا يعني ينجي ويشوف له مخرج لأن من أصعب المواقف أنك تكمل المستقبل الجاي وسط الناس دي وسط الاتحاد الأوروبي وسط استراليا وسط الصين وسط أمريكا ولذلك بقول لكم النصيحة اخرج إني لك من النصح ارجع اختار أي دولة عربية أي دولة تعجبك لو انت يعني هتموت على الحداثة والتكنولوجيا ومش عايف إيه ارجع يا عام روح للخليج ارجع من أوروبا أو من أي دولة وعيش لك في الإمارات ولا في الخليج ولا لو انت عايز دول فاها شعوب وشعب كتير ومقى أكشن ما بين عندك العالم العربي كله ولكن بقاءك وسط الأمم الهالكة ده افتكر ان سيدنا لوط الملاكي جات له وقالت له النهار ده بالليل تجاهش سنتك ودبتك وأهلك وتخرج ما ينفعش العذاب ينزل وانت وسطه تخرج ما تعملش تقول بقى لا ان شاء الله مش هيحصل حاجة لا انا مكمل ان شاء الله وربنا هينجيني اخرج يا سيد حتى لو هتخرج عندك نفسه في البلد اللي انت فيها لمنطقة بعيدة عن المدن للبادية بتاعته يعني للريف اللي في اللي جوه البلد اللي انت فيها لان لو انت في امريكا في فرنسا في المانيا لازم بقى ليك مكان بعيد عن المدن لان المدن دي مهلك موقع الهلاك بيبقى المدن المدن بتاعت بتاعت الاقوام فابعد عن المدن اللي يزمع لك مكان بعيد عنهم في البادية بتاعتهم مثلا ايه الماش عايس لما كنت ينبتا يعني هتموت على البلد مش عايس ترجع لانه قلتلك المنطقة بتاعت العالم العربي ابتلاءها دايما بيبقى ابتلاء معيش بس ابتلاء معيش جفاف بس جفاف وبالتالي نضرة في الاكل ولكن البلاد العربية متبقاش موعودة بمزنبات تخسف بهم الارض زي اللي جات لقوم لوت لما كانوا شواز وطبعا انت عارف الوقت بتاع النظام العالمي بيحاولوا يفروضوا الشذوذ ازاي بقوة وبالتالي ايه المتوقع ان ربنا هيعمله معاهم فلا تتوقع انك تقعد وسطهم تقعد في بيتهم وبيتهم موعود بالعذاب طيب يبقى ازا انا الوقتي جددت اليكم اخوتي المستمعين والمشاهدين جددت لكم الامر المعلومات من تاني ونصحت من جديد عدة نصائح النهاردة خاصة بالاكل خاصة بالعلم تقويل الاحاديث مواكبة للاحداث اللي احنا بنمر بيها وفهمتك ان لو جات حرب عالمية تالتة ما تقعدش بقى تتفرج عليها وتفتق وتقعد بقى شدد الفشار في ايدك ده معناها النهاية حرب عالمية تالتة معناها نهاية النظام العالمي معناها ان فيه ناس اجالهم هيجي قريب بعدها على طول الناس دي مش عايز اجيب سيرتهم الوقتي وفي نفس الوقت معناها الانترنت والادوات اللي هي من تابعات النظام العالمي هتروح والبنوك وكل المسائل دي وهنرجع للفطرة والطبيعة طيب افتكر تاني تاني ان الكلام ده الكلام ده بتاع هالعودة للفطرة طالع من شاب مش من راجل طاعن في السن لما انت تبقى راجل طاعن في السن يعني انت عشت الماضي عشت الماضي وشفت الماضي لما ما كانش لسه فيه كهربة تبقى انت منخدع في الحضارة دي والشاب اللي تولد كله طلع كده في الحياة في وسط الحضارة دي يقولك ان احنا هنرجع ومنتش مصدق ان احنا هنرجع يبقى ايه اللهم قد بلغت اللهم فاشت فترة الجاية ان شاء الله هنكمل الحلقات بكحة من نظير كحة هنكمل الحلقات بإذن الله وهنكمل قصص الأنبياء عندنا بقى القصة الجاية قصة في منتهى الغرابة والرعب فها رعب قصة طالوت وداود وسليمان قصة نشأة بني إسرائيل وأول دولة لبني إسرائيل سبحان الله القصة دي فضلت متأجلة لـ 2022 هتكلم على نشأة دولة إسرائيل في بداية التاريخ على قصة طالوت وداود وسليمان في سنة 2022 اللي وعلى مقربة من نهاية النظام العالمي ولعل في ذلك عبرة وحكمة شوفكم على خير ان شاء الله حلقة جاية والمعلومات اللي قلناها النهاردة بتاعت تخزين الطعام زيت الزتون وكبس الطمر والمسائل دي مكملة اللي قلناها السنة اللي فاتت يعني ارجع للفيديوهات واحترم المعلومات احترم النصيحة لما تجيلك لأن هيجي يوم النصيحة هيبقى ملهاش لازمة النصيحة الوقت لها لازمة لأن لسه عندك فرصة هيجي وقت وقت يبقى النصيحة دي ملهاش معا لما يبقى وقتها خلص اللهم قد بلغت اللهم فاشل كمان للناس اللي برة اللي بقول لهم ارجعهم هيجي يوم والنصيحة دي مش هيبقى لها معا اللهم قد بلغت اللهم فاشل وشوفكم على خير لحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة